أهلاً أحبائنا المشاهدين تركيزنا في الحديث اليوم لست أستحي بإنجيل المسيح خليني كمان مرة في البداية أتكلم عن بعض الملحوظات المهمة جداً طبعاً كمسيحة حتى نوضح فكرة لكل أحبائنا المشاهدين أولاً أو الملحوظة الأولى أحبائي نحن لا نؤمن في فكرة التنزيل عادةً أحبائنا المسلمين يقولون أن الإنجيل أنزل على عيسى فلا يوجد مسيح في كل العالم يؤمن بهذا الشيء فنحن لا نؤمن أن الإنجيل أنزل على عيسى لأن يسوع المسيح لم يكتب أي شيء بل كتب عنه كتب عنه بكثرة فإذن نحن لا نؤمن بفكرة التنزيل نحن نؤمن بشيء اسمه الوحي الوحي الإلهي يعني الله يلهم الكتاب والكتاب هم اللي عاصروا يسوع المسيح أو شاهدوا قيامة يسوع المسيح فكتاب العهد الجديد هم شهود وهؤلاء الشهود طبعا عندهم شرعية وعندهم مصداقية لأنه شافوا المسيح الحي وما كتب عن يسوع المسيح لا توجد فيه المبالغات ولا توجد فيه أي أفكار مغلوطة ولا سخافات أو أساطير أخرى مما شابه هؤلاء الكتاب أخدوا الوحي أو الإلهام من الروح القدوس روح الله القدوس يقول الكتاب المقدس كل الكتاب هو موحى به من الله الله أوحى الله يعني زي ما تقول أنفاسه يعني من خلال أنفاس الله ألهم الكتاب وطبعا استخدم المواهب الموجودة عنا بدون أي تناقض لأننا نؤمن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكتاب المقدس هو كلمة الله ويقول أيضا رسول بطرس اللي هو طبعا يعتبر واحد من أعظم الشهود لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس فإذن عشان أوضح عن فكرة الإنجيل الإنجيل هو طبعا يستخدم كتعبير عن العهد الجديد كما في العهد القديم بيستخدم كلمة التناخ أو التورا نحن نستخدم كلمة إنجيل وهذا الإنجيل طبعا كتب بالروح القدس بوحي بإلهام بنفس الروح القدس في أناس الله القديسون يعني مش أي واحد مصوقين في إلهام من الروح القدس فنحن نرفض فكرة التنزيل موسيقى موسيقى